السلام عليكم. زيك جماعة عاملين ايه? وحشتون كتير 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 كتير. بقال كتير قوي ما عم تركوش حاجات المربخ عندي هنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة بسها مع بعض. هنعمل بإذن الله كيكة السيبن أب. تمام? كيكة دي سهلة جدا وعشة او طريق. وكمان ممكن تحط فيها مكسرات او فروطة دي بشر الببطيخ اللي عملناها مع بعض. او ممكن نحط شكلة شيبس في اي حاجة. وبنسبة الفروطة لبقشر الببطيخ دي جماعة وصفة معروفة جدا 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 من زمان مش اختراع حد ولا اكتشاف حد. المصانع كلها بتعملها بقشر الببطيخ هي مش معجزة. عشان الببطل اللوك لوك 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 والكلام الفني. المقادر يبص مع بعض اول حاجة هنقول للمقادير. هكذا نولع الفرن. ونشوف هنعمل اي انا عملت اول حاجة هنعملها في الصناعة دي. ده هنتهى بالزيت. رشد لها رشد جيد. تمام? نقول المقادير مع بعض. نصح يا بايبي ده الكوباية اللي انا عيرت بها كله. هتعايد كله بنفس الكوباية. تمام? نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوباية وربع سكر. سكر عالي لول خشن. تمام? وعندي اربع بدات. نصف كوباية زيت او سمنة او زبدة او سمنة على زيت او زبدة على زيت او زبدة على سمنة المتاح عندنا نستخدم. انا هنعملها بالزيت تبقى خفا كده وحبا. وعندي ثلاث كوباية دقيق. والفروطة اللي عندي هديها معلقة دقيق. عشان نقلبها فيها. عشان ما نضيفها في الكيكة ما تسقطش في القعر. وطبعا عندي فانيليا. ورشة ملح. ومعلقة جبيلة بيكنج بودر. وعندي كوباية سيفن. بس نخلاف عيخها عشان الصورة دي فيها ما تروحش. تمام? نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ مع بعض. انا هعمله في المتاعه دي. دي بتسهل علي. ممكن طبعا نعمله في الاخلاط او في المضرب اليدوي او في العجانة زي ما نحب. نبدأ يلا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هادي السكر. ونحط فوق السكر على طول البيت. اربع بدوت. ونبدأ عندك صغير حتي خمسة. ونحطيه على طول الفانيليا. استنه في الكشرة الغنطوضة. بس كده اهي. وهيدي الفانيليا. اهي يا حباية بلتدي بقى دربها كويس بسم الله. اهو دربت السكر والبيت كويس قوي. اروح حطى الزيت بسم الله. تمام كده? دربوا كمان ضربة ما نقطرش في الدربة. قول بسم الله. هادي الخليطة اهو. هتكينه على دم. هنا بقى الدقيقة عندي. هادي رشة الملح. البيكنجي مودة. ونجدده رشة كاربورات. يال بكاربورات السودية برصة الغنطوضة. تمام? تمام? نالت بقى ده كل في بعضه. نضيفه بالتدريج مع السيفن على الخليط بتاعنا. كده تمام قوي. وعادة فروطة ديه فوق المسفكرة بتاعتنا كمان اهي. نقلبها كويس. دي فلها نقلبها بعدين. هنا ناخد بقى كباية سيفنة. كباية واحدة والبقى انا عشربه طوحة. بسم الله. انا زيزي يا داي. طول فينا. نعمل بقى ايه? ندف بصوا بقى. يكتزوا بقى معايا. شوية دقيق. اه. نقلب. قد الدقيق حطنا دقيق. ونقلب. نحط شوية سيفن بسم الله. اه. نزود دقيق وسيفن اللي اتنين شوية شوية شوية. شوية من ده على شوية من ده. اه. ونقلب. طبعا لازم ادنا في اتجاه واحد ونقلب. اه. اعبقى قريب شوية شوية. شوية من هنا على شوية من هنا. لحاد ما خلص كل. اه. كده حطيت السيفن كل والدقيق بالتدريق مع بعض. اه. كده تمام. اه. نروح حطين فروتة بتاعتنا اه. كده الخليط معنا جاهز عشان نحطه في الصانية. وطبعا الفرن شغال زي ما تركوها. بسم الله. فرن شغال على مية وتمانين. طبعا الكيكات بنشغال لها من تحت بس. ما ينفعش نشغال لها فوق وتحت. مية وتمانين. نحطها في الرف اللي في النص على الشبكة. خبص كده ندخلها بقى الفرن. رجل حرارة مية وتمانين زي ما قلت لكم. في الرف اللي في النص على الشبكة. بتقعد بالزبط من اربعين لخمسة واربعين دقيقة. ممكن تاخد خمسين دقيقة بالكتير اوي ما نكترش عن كده. نفتحش عليها قبل نصف ساعة عشان ما تحبطش. ندخلها الفرن ونرغي لكه بعد ما تستوى. عبا بي فات بالزبط ساعة اللي تلت لسه انطلعوها نقول بسم الله. سينا هو تبرد لانها سخنة جدا. طبعا الشق ده على آآ آآ ده بيقولك ان الكيكة دي نكحة. عشان الناس يتخاف من الشق بتاعوش الكيكة بالعكس. ده كده بيقولك ان الكيكة دي نكحة. حتى لو جلت اشتروا الانجليش كيك من برد او الكيكة اللي في القلب بتبقى وشها مشقوق كده. تمام? نسيبها تبرد خالص. لكده نقلبها آآ اول حاجة تبقى فيها مياه من تحت. نقلبها وبعد كده نسيبها تبرد برحتها. بسم الله. الابناء كده حبيبا نسيبها تبرد برحتها قبل ما نقطعها. حبيبي اهي. بصوا. الكابير ده تبقى زي الفرع هاي. كيكة طبعا ما بتتقطعش من هنا. يجب ان تتقلب كده بسم الله. كيكة طبعا نقطعها لحاجة اللي احنا عايزنا. طبعا نقطعها لحاجة اللي احنا عايزنا. طبعا لازاي. حلوة قوي 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 قوي. ورحتها حلوة جدا 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 جدا. نمسكة نفسها. ونعمة وطرية وكلها حينيج. اختصر. مستنى عنه جدا. انا زي الفرع اي تختصر. بصوا. ولوة جدا 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 جدا. طبعا ممكن تحطوا ميرندا او عصيد برطعون او لبن بدل سبنا. جد يا جماعة نفسي بتجلبوها بأمانة في عجبكو اوي 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 بسم الله رائعة جد حلوة جدا 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 جد يا جماعة بالطريقة دي انا واسكة بازن الله انها هتعجبكو ان شاء الله لانها حلوة اوي وعشة اوه ترجعي وانا يا لافا هتقعي نعم نعم اشوف بنتي بقى واخلص ورجع لكم اخر اه يا حبيبي بصوا خلصتها بصوا حلوة ازاي وهاشاء بصوا حبيبي كده خلصت جاملة جدا 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 انا طفيت لكم الكشف عشان القضاءة تشوفوها حلوة جدا 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 وجد رائعة 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 فوق ما انتوا تتخيلوا وطرية وهشة جدا بصوا طرية جدا 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 اتمنى اتجلبوها يا جماعة وتعجبكم والفاكر المسكر اللي احنا عملناها مع بعض بصوا حسنو كنتو خلصها ممكن احط البداية لها كتعة شوكولاتة او شوكولات شيفس. ان شاء الله تجلبوها وتعجبكو. اشوفكو على خلال ان شاء الله في وصفة بديل.